نظمت مدرية الصحابة دميات قافلة طبية في قرية الغاوبين التابعة لمركز فراسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمة الطبية للمواطنين تضمنت القافلة عيدة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملان وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة ويسر بعد تسجيل على الموقع وتزليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا خفلات طبية معنا النهاردة 12 عادة تخصية بتغطي تقريبا كل التخصصات اللي بيحتاجها المواطن في الأماكن البعيدة كمان عندنا المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل كمان عندنا الأشعة العادية والأشعة الصنار بنحاول نخلط الطبيب بيوصل للقرار الصحيح تجاه المريض كمان بنوفر السيدلية اللي بتصفل علاج بالمجان ولفعل الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاح كمان المريض لو محتاج تحويل لمستشفى بنحوله سواء كان هيتعمله قرار نفق الدولة أو سواء كان هو هيعمل جراحة تكملية أو أشعة مش متوفرة في القفلة زي أشعة الرانين أو الأشعة المقطعية معانا صيدلية متكملة تم إمدادها بكل الأدوية اللازمة للتخصصات الطبية الموجودة معانا في القفلة بنطبق معايير الجودة بنطبق معايير الصيدل الإكلينيكية وكمان معايير مكافحة العدو عشان فيروس كورونا المستجد بنعمل على رفع وعي المواطنين اللي بيجولنا القفلة بنحنا بنقدم لهم إرشادات بخصوص الأدوية طبعا عندنا في الصيدلية الأدوية بصفة عامة وبالذات أننا في الأسبوع العالمي لترشيد استهلاك المضادات الحيوية بنقدم لهم التوعية الخاصة باستخدام المواطنين الحيوية